اشتركوا في القناة ميليشيات الحوثي تتكبد خسائر في جبهات عدة وتعوضها بتجنيد مزيد من الابطال ثامنة والنصب توقيت العاصمة صنعاء اهلا بكم الى النشرة الاخبارية من قناة اليمن اليوم باسرار كبير وعزيمة لا تليم يؤكد ابطال المخاومة اليمنية جاهزيتهم العالية واستعدادهم لمواصلة معركة الخلاص اعادة الميليشيات الحوثية الى جادة الصواب سيما وهؤلاء الابطال من لقنا جماعة الكهنوت دروسا قاسية واجبرها على الرضوخ لمشاورات السويد والبحث عن السلام الذي تسعى الميليشيات للتنصل عنه بكل ما اوتيت من قوة مستغلة التراخي الاممي وصبر الابطال ورغبتهم في حماية المدنيين ومنتلكاتهم وحقن دماء اليمنين عبر العميد الركن طارق محمد صالح قائد المقاومة الوطنية عن الشكر والامتنان لمصر قيادة وحكومة وشعبا على رعاية الجرحة وكل ابناء اليمن مجددا الشكر لكل الاشقاء في دول التحالف الذين يقفون مع اليمن ومع الحق والانتصاد لقيم الاخوة والعروبة حتى يتحقق النصر بمشيئة الله هذا وقد غادر العميد طارق القاهرة بعد زيارة دامت يومين اطمأن خلالها على الجرحة ابطال المقاومة اليمنية والوقوف عن كثب على مراحل علاجهم وعبر الجرحة عن تقديرهم واعتزازهم بهذه الزيارة التي تؤكد عمق العلاقة بين القائد وابطال المقاومة الذين يمثلون كل مناطق ومحافظات اليمن في اطار الاهتمام بجرحة دفاع عن الوطن قام العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح قائد المقاومة الوطنية حراس الجمهورية بزيارة عدد من الابطال الجرحة المنتمين لمختلف الوحدات العسكرية من حراس الجمهورية والوية العمالقة وابطال تهامة الذين يتلقون العلاج في مستشفيات جمهورية مصر العربية الشقيقة اشتركوا في القناة وفي الزيارة عبر العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح عن اعتزازه بالملاحم البطولية التي سطرها ابطال المقاومة الوطنية والوية العمالقة والالوية التهامية في الساحل التهامي بدعم من التحارف العربية الذين لقنوا الميليشيات الحوثية الانقلابية دروسا قاسية وأشهد الأخ قائد المقاومة الوطنية بالمعنوية العالية التي يتحلى بها الابطال المقاتلون مؤكدا أن الرضوخ ميليشيات الحوثي والتحاقها بمشاورات السويد لم يكن ليتحقق لولا تضحياتكم العظيمة في سبيل الانعتاق من العصابة الحوثية الكهنوتية والحفاظ على المكتسبات والثوابت الوطنية وفي مقدمتها استعادة النظام الجمهوري راجيا من الله سبحانه وتعالى شفاء العاجلة للجرحى الابطال مؤكدا أن القيادة الوطنية ستوفر الرعاية الصحية اللازمة لكل الجرحى من جانبهم عبر الابطال الجرحى عن شكرهم للعميد الركم طارق محمد عبدالله صالح وتقديرهم للاهتمام الذي يوليه للجرحى وسؤاله الدائم عنهم ومتابعة حالاتهم مؤكدين أنهم سيعودون عقب شفائهم من الجراح التي أصيب بها إلى جبهات العزة والشرف حتى تطهير كامل التراب اليمني من عصابة الغدر والخيانة الحوثية وجدد العهد والولاء للوطن والحفاظ على الثورة والجمهورية ومكاسبها الوطنية سلوما ان شاء الله كيف الصحة العلاج تمام ان شاء الله ان شاء الله ربنا يشفيكم جميعا ان شاء الله فيصل الشبيبي اليمن اليوم ان شاء الله تواصل ميليشيات الحوثي الارهابية خروقاتها وانتهاكاتها لاتفاق وقف اطلاق النار باستهدافها المتعمد والمتكرر لمواقع المقاومة اليمنية في مدينة الحديدة واريفها بمختلف انواع الاسلحة وكأنها تمتحن صبر ابطال المقاومة الذي لن يضم طويلة خروقات ميليشيات الحوثي مستمرة في مدينة وريف الحديدة في حين كان المجتمع الدولي قد اعلن هدنة انسانية تجنبا لعدم اراقة مزيد من الدماء لكن عناصر الارهاب تسعى لاستهداف مواقع المقاومة اليمنية رغبة منها لاطالة امد الحرب وسفك مزيد من دماء الابرياء ميليشيات الحوثي اطلقت عددا من قذائف الهاون والاربيجي واطلقت النار من الاسلحة الثقيلة والمتوسطة باتجاه مواقع قوات المقاومة اليمنية في منطقة الجاح مخلفة اصابات في صفوف المقاومة اليمنية استحداث الخناديق والمتارس في مناطق سيطرتها مع تجمع وتعزيزات لعناصرها باتجاه خطوط التماس في منطقة الجاح سلوك يومي وأسلوب عدائي آخر تستخدمه ميليشيات الحوثية الارهابية لإثارة المزيد من الفوضى والاستعداد لإشعال فتيل الحرب من جديد في مناطق التماس حشدت الميليشيات تجمعات وتعزيزات في مناطق شمال المدينة كما تقوم بزرع الألغام والمتفجرات لاستهداف المزيد من الابرياء وخلال قيام الميليشيات بزرع عبوات ناسفة داخل مطار الحديدة انفجرت أحداها على الميليشيات متسببة بمقتل وجرح العديد من عناصرها وفي محيط مستشفى 22 مايو شمال مدينة الحديدة تواصل قناصة الميليشيات إطلاق النار على مواقع المقاومات اليمنية بالقنص والأسلحة الرشاشة المتوسطة من جولة الواحة باتجاه مواقع المقاومة شمال وشرق المدينة متحدية كل جهود السلام وإنهاء الحرب العبثية في اليمن لذلك سلمت الشرطة العسكرية التابعة للمقاومة الوطنية إرشيف مؤسسة الخامرية الواقعة في الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة لمنذوب المؤسسة بناء على طلب ملاكها وذلك بعد تكرار قصف الميليشيات للمنشآت والمصانع في المناطق المحررة جنوب وشمال وشرق المدينة واحتراق عدد منها كما حدث في مجمع إخوان ثابت مؤخرا سلمت الشرطة العسكرية التابعة للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية إرشيف مؤسسة سعيد علي الخامري وأولاده لتجارة الأخشاب والواقعة في الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة في يومنا هذا السبت الموابق 19 واحد 2019 تم أخراج وثائق وملفات على حاج سعيد الخامري بعد تدمير مبنائه من قبل ميليشيات الحوثي وبعد تفكيك أبوة للغام من العمارة أخرجنا ما استطعنا من داخل من إرشيف وبصير وثائق تم التواصل مع الحاج سعيد الخامري لإرسال من دوب إلينا لإسلامهم واليوم إرسال إلينا من دوب الإسلام الوثائق واليوم نسلم قوة المقاومة الوطنية الكتيبة الثالثة حدث جمهورية نسلم الأول والوثائق إلى من أرسله إلينا سعيد الخامري وثائق ومستندات هامة للقطاعين العام والخاص حافظت عليها قوات حراس الجمهورية لا سيما تلك التي سلمت من السرق والنهب الحوثي فضلا عن تكرار قصف الميليشيات الحوثية للمنشآت والمصانع في المناطق المحررات جانوبة وشمالة وشرق مدينة الحديدة واحتراط عدد منها كما حدث في مجمع إخوان ثابت مؤخرا إثر قصف حوثي متعمد عدة مستندات هامة وثائق هامة وعدة ملفات كلها هامة تخص الخامري وأولاده في حقهم والمأسسة ونحن الآن حافظنا عليها وجمعناها وإن شاء الله نسلمها لأولاده الخامري من قبل حراسة جمهورية الأبطال المناظرين وإن شاء الله سنكون أوفية مع الشعب وأوفية مع أنفسنا إن شاء الله ومستندات وكشوفات استلام وحصر للمخازن خاصة بمؤسسات الحق سعيد علي محمد الخامري التجارية تم تحريزها والاحتفاظ بها ليكن تسليمها إلى مندوبهم الذي سوف يصل لاستلام كل هذه الوثاقة التي فرونها أمامهم مندوب مؤسسة الخامري وجه الشكرى للمقاومة الوطنية على التعاون الذي أبداه منتسبوها في إخلاء إرشيف المؤسسة وعلى حمايته من العبث الحوثي وكذا قيامهم بتفكيك شبكة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات داخل المبنى نشكر حراس الجمهورية على ما دوا من واقب وقاموا بمعاوتنا بإخراج المسطندات من العبار المدمرة التابعة لمؤسسة سعيد الخامري ونشكر كل الأفراد على الأمانة وعلى الإخلاص بالعمل وعلى الحفاظ على ممتلكات الناس وعلى رأسهم الكثيبة الثالثة اللواء الأول الذي قاموا بالواقب التامع بأكمل وجه شكرا لحراس الجمهورية إميان بالروح بالدوم نبتلك يا أمان بالروح بالدوم نبتلك يا أمان ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة فقد سبغ أن سلمت المقاومة الوطنية لأخوان ثابت عددا من الوثائق والأموال التي سلمت من النهب والقرصنة الحوثية ذلك لأن الأمانة والإخلاص شعار أوفياء اليمن فإلى جانب جهودهم العسكرية والإنسانية في معركة الخلاص الوطني من ميليشيات الحوث الإرهابية هناك جهودا أخرى تتمثل في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة سقط عدد من عناصر ميليشيات الحوثي بين طريع وجريح بينهم قيادات في قصف مدفعي شنته القوات الحكومية على جيوب الميليشيات غربي مدينة تعز مصادر عسكرية أكدت أن القصف استهدف اجتماعا للميليشيات في إحدى المزارع وسط منطقة الربيعي في المدخل الغربي للمدينة مخلفا تسعة قتلى من الميليشيات بينهم قيادات ميدانية وجرح آخرين كما استهدفت مدفعية القوات الحكومية تعزيزات الميليشيات في محيط مدرسة الروض بلاة المنطقة ما أسفر عن تدمير طقم تابع لها ومصرع وإصابة من كان على متنه من عناصر ذلك أحبطت القوات الحكومية محاولة تسلل لعناصر الميليشيات الحوثية باتجاه مواقع منطقة قهبان في مديرية مقبنة غربي المدينة وأجبرتها على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر في صفوفها كما لقي عنصران من الميليشيات الحوثية مصرعهما أثناء محاولة تسلل فاشلة للميليشيات باتجاه مواقع في محيط معسكر التشريفات شرقي تعز ولتعويض خسائرها تواصل ميليشيات الحوثية ارتكاب جرائمها بحق الطفولة وتجنيد الأطفال الذين يعاني أباؤهم من أزمات اقتصادية وظروف معيشية سيئة مصادر محلية ذكرت أن الميليشيات تهدد عقال الحارات الرافضين أو العاجزين عن التجنيد بخطف أبنائهم إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم المتعلقة بإيجاد أفراد للتجنيد وتغريم الأسر الرافضة تجنيد أبنائها خمسين ألف ريال يمني كما تستعين الميليشيات بخطباء المساجد في الدعوة إلى التجنيد في ظل عزوف شعبي من أبناء القبائل في الانضمام لأصفوفها مصادر أمنية أكدت أن زعم الميليشيات طلب من أمين العاصمة المعين توزيع أرقام عسكرية على عقال الحارات لتجنيد عشرات الأطفال والشباب بزعم أنهم سيتولون حراسة الأحياء على أن يتم نقلهم بعد ذلك إلى مراكز تدريب والزج بهم في جبهات القتال كشف تقرير لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة أن إيران تمول حرب الحوثيين من خلال عدد من الشركات التي تستخدم وثائق مزيفة لإخفاء التبرعات النفطية الإيرانية بقيمة تصل نحو مليون دولار أو ثلاثين مليون دولار إشارات كبرى ودلائل واضحة تدل على تورط إيران التي تعد أحد الدول الراعية للميليشيات الحوثية من ظهورها في التسعينات إلى أن توسعت وتقلقلت في المدن بقوة السلاح وشنت حربا عبثية أهلكت الحرث والنسل ودمرت كل شيء جميل في اليمن مؤخرا كشفت الأمم المتحدة في تقرير للجنة الخبراء للعام 2018 أن الحوثيين إمولون حربهم ضد الشعب اليمني من عائدات وقود مهربة قادمة من إيران لتجنب تفتيش الأمم المتحدة لجنة الخبراء الدولية رصدت في تقريرها عائدات وقود مشحونة من موانئ إيران ساهمت حسب وصف اللجنة في تمويل حرب الحوثي ضد أبناء الشعب اليمني وقالت اللجنة أنها حددت عددا من الشركات سواء داخل اليمن أو خارجه تعبلك شركات في الواجهة من خلال استخدام وثائق مزيفة لإخفاء التبرعات النفطية وفي تقرير سابق للجنة أكد الخبراء أنهم يحققون في تبرعات وقود إيرانية شهرية بقيمة 30 مليون دولار أي بما يعاد المليون دولار يوميا من القائدات النفطية ضلوع إيران منذ سنوات في دعم الحوثيين بالنفط والصواريخ الباليستية والأسلحة المتنوعة لم يكن شيئا جديدا فكل الحقائق والدلائل تشير إلى أنها السبب الرئيس فيما يحصل باليمن من خراب ودمار منذ أربع سنوات بواسطة الميليشيات التي تستخدمها إيران لتنفيذ مآربها في المنطقة ميليشيات الحوثي الإرهابية سبق لها وإن احتكرت سوق النفط في العام 2014 بمجرد أن سيطرت على العاصمة الصنعاء بقوة السلاح وعلى ميناء الحديدان الاستراتيجي وطردت كل العاملين في مجال النفط والشركات الرسمية وألقت دورها في هذا المجال تماما واستبدلتها بشركات تابعة لقيادتها منهم المدعو محمد عبد السلام الذي تلمح إليه الأمم المتحدة بأنه الاسم المدرج باستفقات الإيرانية التي تصل إلى ميناء الحديدة والذي يعتبر المنفذ الذي يصل عبره الدعم الإيراني سواء من ناحية الدعم بالأسلحة أو من ناحية الشحنات النفطية ويبقى السؤال إلى متى سيستمر العبث الحوثي في اليمن ومتى سيتوقف الدعم الإيراني لخراب المنطقة برمتها مستمرة النشرة فيها بعد الفاصل تفاقم معاناة النازحين جراء قصف ميليشيات الحوثي العشوائي وإلغامها التي ملأت الأرض ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة مآس وآلام يصعب نسيانها ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية في حق اليمنيين في مناطق تواجدها حيث تمطر المناطق السكنية بقضائفها لتجبر السكان على ترك منازلهم بعد أن ملأت باطن الأرض بالألغام والمتفجرات تهجير قسري ونزوح متواصل تعيشه غالبية الأسر في مديرية حيس بمحافظة الحديدة بسبب قصف ميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطقهم بشكل متواصل لإجبارهم على ترك مناطقهم طبعا نحن نازحين منذ تسعة أشهر موجودين نتيجة الحرب التي شنتها طبعا الميليشيات الحوثية على اليمن كافة على اليمن بأكفعها طبعا تمام ويعني هذه الحرب أصبحت مشكلة عظيمة بالنسبة لنا طبعا للأفراد والنساء والأولاد والحيوان وكل الأرض المنية استهداف متعمد وقصف عشوائي تشنه ميليشيات الحوثي الكهنوتية على مناطق المواطنين السكنية ومزارعهم دون اكتراث لما تخلف قذائف حقدها التي تتساقط على منازل المواطنين ما جعلهم يفضلون النزوح وترك منازلهم هرابا من الموت ليتجهون إلى المجهول عملية قنص تنفذها ميليشيات الحوثية الإرهابية على المواطنين غالبا ما يكون ضحاياها أطفال ونساء فضلا عن حشرات القذائف التي تمطن بها مناطقهم السكنية ومع كل ذلك تتربص بخطواتهم أثناء النزوح ألغام ومتفجرات الحوثية التي ملأت باطن الأرض وحولت مزارعهم وطرقاتهم إلى حقول ألغام تخطف أرواح الأبرية بين الحين والآخر حتى أن الأرض أصبحت مزروعة بالألغام الأرض أصبحت مزروعة الطرق التي كنا نعمل نمشي فيها ما تكسر شخص من حيث إلى نخله مثلا أو من حيث إلى أهام أيوة القراحي أو إلى الأكبر تطلع عندك الأخ الذي طلعنا جاري من أكبر تبعدها ثلاثة كيلو هذه الأرض أصبحت مزروعة بالألغام هربا من الموت بقذائف ورصاص الميليشيات إلى المجهول في ظل غياب دور المنظمات الحقوقية والإنسانية وعجزها عن تلبية احتياجات آلاث الأسر النازحة جراء الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيات الحوثية الإرهابية سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات أو المناطق الأخرى التي يصعب وصول المنظمات الإنسانية إليها حالة من الترقب في انتظار التوصل لتسوية سياسية تنعكس إجابا في إقرار الموازنة العامة للدولة في اليمن وأصار في مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية وانخفاض أسعار الذهب عند مستوى مرتفع في الأسواق اليمنية جولة اقتصادية جديدة والبداية بشأن المحلية حيث تعكف الحكومة اليمنية على عدد موازنة 2019 من خلال لجنة عليا أول تشكيلها منتصف نوفمبر الماضية لكن متابعين لهذا الملف يؤكدون أن الإجراءات الحكومية المنتظرة بشأن تقشف وترشيد الإنفاق ستؤجل إعلان تفاصيل موازنة إلى فبراير فضلا عن تعقيدات محدثات التسوية الاقتصادية لتوحيد البنك المركزي المتوقع أن تعقد نهاية الشهر الحالي ويرى مراقبون أن وفق الانتفاق تسوية المرتقب سيتم صرف مرتبات الموظفين في العاصمة الصنعة وبقية مناطق سيدرات الميليشيات الحوثية وتنتظر لجنة الموازنة مآلة تسوية لمعرفة حجم الإنفاق على الرواتب خلال العام الحالي وفقا لكشوفات 2014 وقدرت إجمال الإرادات المتوقعة في ميزانية عام 2018 عند تسعمية وثمانية وسبعين مليار ريال بينما بلغ حجم الإنفاق توليون وستة وأربعين مليار ريال يشهد الريال يمني حالة من استقرار في أسعار صرفه مقابل عملات الأجنبية إذ يتراوح سعر صرف الدولار خلال عملية الشراء والبيع ما بين 533 و 537 ريال فيما يظل الريال السعودي مستقيرا فوق حجز 140 ريال ببضعة ريالات خبراء اقتصاديون يأمرون في استمرار هذا الاستقرار الذي بدوره ينعكس إيجابا على حالة الاستقرار الكل للاقتصاد الوطنية وأسعار السلع الغذائية والتموينة والخدمات أكد متعاملون وصاغة أن أسعار معدن النفيس في أسواق الذهب اليمنية يشهد حالة من المنخفاض ولكن عند مستوى مرتفع خصوصا في أسعار العيار 21 والجنيه الذهب الأكثر تعاملا في اليمن إذ يتراوح سعر العيار 21 ما بين 19800 للبيع و 18900 للشراء فيما يتراوح العيار 18 ما بين 16970 للبيع و 16200 ريال للشراء أما الجنيه الذهب فيتراوح قيمته ما بين 158400 ريال للبيع و 151200 ريال للشراء وتختلف الأسعار من محافظة أخرى واستقرر سعر الذهب في المعاملات الفورية بالأسواق العالمية عند 1881 دولار و 55 سنة للأوقية بلغ إجمالي الإرادة المركزية والمحلية والمشتركة والضرائب والرسوم الجمهورية والعوائد الأخرى بوادي حضر موت والصحراء الموردة إلى البنك المركزي اليمني فرأ سيئون خلال العام الماضي نحو 36 مليار ونصف المليار ريال وقال مدير عام الموارد المالية بالوادي والصحراء إن نموا وزيادة واضحة تحققت في الموارد المركزية والمحلية والمشتركة لعام 2018 بالمقارنة عن السنوات السابقة وأخيرا ينفذ الاتحاد تنسي للشغل إضرابا وطنيا جديدا للضغط على الحكومة لرفع أجور مئات آلاف الموظفين وتسعد اتحاد الشغل ذي التأثير القوي خطوة قد تزيد الضغوض على حكومة يوسف الشاهد التي تعاني لإنعاش الاقتصاد المتعثر وقال الأمين العام لاتحاد الشغل إن انسداد المفاوضات مع الحكومة دفع الاتحاد إلى تنفيذ إضراب عام وطني في الوظيفة العامة والقطع العام يومي 20 و21 فبراير المقبل ويتسبب الإضراب لا شلل في حركة النقل الجوي والبرية وتواجه الحكومة تنسية ضغطا قوية من صندوق النقد الدولي الذي يطالبها بالتحكم في كتلة الأجور لخفض عجز الميزانية فيما أكد متحدث باسم الحكومة أن الاستجابة لمطلب الاتحاد بزيادة تصل إلى 850 مليون دولار سيزيد من التضخم إلى أكثر من 10% وفي الختم تذكير بأبرز العنوين العميد طارق صالح يزور جرح المقاومة اليمنية في مصر ويؤكد أن جهود الأبطال أرغمت الحوثيين على الرضوخ للسلام ميليشيات الحوثي تواصل خروقاتها في الحديدة والمقاومة الوطنية تسلم إرشيكا مؤسسة الخامري إلى ملاكها ميليشيات الحوثي تتكبد خسائر في جرهات عدة وتعوضها بتجميد مزيد من الأطفال لقاءنا في الحادي عسى والنصف على خير في أمان له ترجمة نانسي قنقر